لذلك المشكلة إخواني الكرام أيها الجزائريون لا تنخدعوا بهؤلاء والله إنهم يكذبون عليكم نعم ظروف البلاد سيئة الوضع الاقتصادي سيء الوضع السياسي ليس كما يجب أن يكون إنهم يوهمونكم لو حتى هم وصلوا إلى الحكم سيبقوا يقضوا وقتهم كل في الحديث عن الثورات المضادة وكذا 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 ولن يقدموا شيء شوفوا للدول التي وصل إليها هؤلاء من أجل لوصلوا لها ماذا فعلوا لم يفعلوا شيء كلام فارغ هذه الابتهامات فقط حتى لا ينفضعوا لا يكذبون عليكم لا يوجد فرق من يدعو إلى العنف ويقول أن يدعو إلى العنف مباشرة وبين من يخلق ظروف العنف تحت مسمى السلم والله كلهم بوطقة واحدة فقط يقولوا بأننا دعاة سلم بكرة تتطور الأمور يحملوا المسؤولية للجيش والدولة وكذا وكذا كمثل ما كانت الجيش تقتلهم يقولوا الجيش اللي يقتلوا المخابرات اللي تقتلوا كنفس الشيء ورفعوا حكاية من يقتل من كذا كذا لتبرئة هذه الجماعات فقط والدفاع عنها رغم أنهم يدركونون أن هذه الجماعات هي التي كفرت الناس وضللتهم وذبحتهم وقتلت ودارت 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 وهم يقول لك المخابرات اللي تقلت ما كانش ما كانش مقاومة أي مقاومة هذه اللي تشكل جماعات مسلحة تقتل أبناء الجزائريين وعوصلة الجزائر إلى حرب أهلية دامية يتحمل مسؤوليتها قيادات الفيس وقيادات هذه الجماعات ويتحمل الجنرالات في ذلك الوقت وعب يقدمتهم الجنرال خالد نزار وطوفيق وغيره يتحملون المسؤولية بلا أنها شك للأسف دفع الثمن الشعب الجزائري لذلك أيها الجزائريون حذاري من هذه المخططات التي سترقودكم مرة أخرى لتدفعوا الثمن غالي في كل مرة يضيعون عليكم فرصة تغيير بسبب هذه الخطابات البائسة هذه الخطابات التي لا تحمل في طياتها إلا إديولوجية العنف إديولوجية الإرهاب إديولوجية خدمة الأجندات الخارجية التي تريد أن تتدخل في الجزائر وتريد أن تحول الجزائر إلى دولة ضعيفة هشة تستغل بثرواتها وطراثها ومكانتها وموقعها الاستراتيجي في تحقيق مصالح دول أخرى لا تركيا قلبها على الجزائريين ولا قطر قلبها للجزائريين ولا توجد أي دولة من هذه الدول قلبها على الجزائريين جزائري فقط هو الذي قلبه على الجزائر أما الدول تتعامل وفق منطق المصالح الدولة الجزائرية عندما تتعامل مع أي دولة كانت تتعامل بمنطق المصالح وليس بمنطق التدخل والنفوذ والسيطرة والهيمنة والخضوع هذا غير وارد أبد إخواني الكرام حوصلة للأمر أقول بأن هناك دعوات للعنف هناك خطاب عنيف هناك خطاب للكرهية هناك تحريض كبير ومن يقول وتحت مسمى السلم تحت مسمى دعوة السلم لا توجد دعوات للسلم من يدعو الجزائريين إلى أن يخرجوا للشوارع في ذل هذا الكوفيد من يدعو الجزائريين أيها الأحرار أخرجوا كذا كذا كون راجل أنت وهبت للجزائر وأخرج أدخل السجون أدخل السجون والكذب وخلق الأخبار الكاذبة الكذب الذي ينسج من طرف هؤلاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا نظير له إنهم يكذبون عليكم وإنهم يريدون الهلاك لكم وإنه عندما تهلكون لا قدر الله والله سيضحكون عليكم ولم خير فيه يستقبل واحد جزائر يهرب من الجزائر من المآسف وكم تاجروا بالجزائريين يجوا جزائريين كانوا عسكريين ولا درك ولا غير يحملوهم فطرة يستغلوهم يفوتوا بهم الخطابات اللي يحبوا وبعد يرموهم والله حتى المصروف ما يعطيه كم من جزائر موجود لهنا لجأ إليهم والله لم يردوا عليه فيهم شرطة وفيهم كذا وكذا وكذا وكم من واحد أنقذناه من مخالبهم لأنهم أرادوا استغلاله وإستغلال ظروف وساعدناهم وريقنا أمورهم ورهم عايشين في سلام والحمد لله رب العالمين إنهم يكذبون عليكم إنهم دعاة عنف وأتحداهم أن يتبرأوا من هذا الكلام لأن الجزائر يدرك ما معنى المياه وما معنى الجياه والجماعات هذه التي تشكلت في التسعينات وماذا فعلت بالجزائر ما يجي البارح يقول عليها مقاومة واليوم يحول نفسه إلى داعية أو رسول للديمقراطية في الجزائر لا يمكن أبدا إلا أن يعتذر للجزائريين ويعتذر ويلتزم بيته لأن مثل هؤلاء لا يصنعون التغيير